التنمر من أسوأ المشاكل الاجتماعية الموجودة حوالينا وبالرغم من أن الظاهرة مش جديدة ومن زمان بنشوف وبنقابل ناس متنمرين لكن محدش يقدر ينكر أن السوشال ميديا سهمت بشكل كبير جداً في أن الظاهرة دي تبقى واضحة لنا كلنا يعني مثلاً في الأيام الأخيرة شفنا على السوشال ميديا أكتر من حال التنمر منها حال التنمر بوحدة من المزيعات وكمية تعليقات وكلام سخيف وصعب جداً أنه هو يتقال كمان لقينا حال التنمر تانية على لعب كرة عراقي سنه 22 سنة والحقيقة بجد أن كل التصرفات دي مش المفروض خالص أنها تكون موجودة بنا لأننا كنا نحب نتعامل مع بعض بشكل رقيق ومحترم وكانت فكرة جبر الخواطر هي الأساس في كل تعملاتنا مع الناس ولأن الموضوع فيه كلام كتير وأسئلة كتير قررنا أنه يكون معنا النهاردة ضيفة هي واحدة من البلوجرز المشهورين جداً لكنها كمان اتعرضت لكتير من مواقف التنمر منعورنا النهاردة البلوجر نادا أندريا يحيا بيقول لي مش هتنمر عليكي أنت كلك عيوب بسم الله ما شاء الله بصاً قلتها قبل كده وهقولها تاني الولد اللي بيقعد يقول كلام وحش لبنت بيبقى بيحبها كيف تعمل يا نادا؟ كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ على طول الانترفيو كده بضحك من قبل أن نبتدي أي كلام. لدي. عامل ايه؟ أنا كويسة. نادا عايزكي تقولي لي في أول الانترفيو كده أنت أزا بلوجر. بتعملي إيه بالضبط على الصفحات بتاعتك على السوشيال ميزا؟ أوكي. أنا مش بعمل حاجة سبيسيفك. أنا بعمل مكسد كونتن شوية. فممكن أكون بعمل حاجات برد على كومنتز تنمر. أو ممكن أكون بعمل حاجات أكل. بعمل فيديوز برضو مع أخواتي. وأنا كمان مدرسة فساعد بعمل حاجات لها دعوة بالتدريس. فبتبقى كذا حاجة في بعض يعني مش حاجة واحدة. إحنا عارفين أن أنت تعرضت لحالات تنمر كتير. عايز أعرف هي ابتدت من من وقت السوشيال ميديا ولا من قبلها؟ لا هي ابتدت من أيام المدرسة عشان زمان شعر كيرلي ما كانش كومن قوي. وكان بيدايق الناس. وكمان زمان ما كانش في أي منتجات خالص تعرف استخداميها. كان يوجي لي كل ناس شعرها مفروض. فأنا شعري زمان كان مبهدل قوي والناس كان بتدايق منه. فكنت دايما بأخذ كومنس سلبية من الطلاب أو صحابي أو مدرسين كل الناس يعني. كان بيدايق الناس مش عارفة لي وقتها. كان وقتها عندك تقريبا كم سنة؟ ده من وانا صغيرة قوي. أنا شعري ترامل. ده أنا عصدي ابتدوا هما يتنمروا عليكي من وانتي عندك كم سنة؟ أعتقد بأن ابتدائي إعدادي. صغيرة جدا. لا دفنت لي صغيرة. وكنت بقيتها بتعملي ايه؟ كنت بتدايق قوي ما كنت أنا مش شخص اللي بيعرف يرد على حد قوي لما كانوا بيلولي كومنس فكنت بقى مش عارفة أعمل ايه. فكنت وأنا صغيرة دايما عندي الإحساس إن أنا محتاجة دايما أفرد ومحتاجة أي حاجة غير الشكل والطبيعي. عايزة تغيري الشكل عشان ما حدش يدايق. اه بالزبط. صح كده؟ طيب وبعدين بعد كده كبرتي. وداخلت الجامعة. حصل نفس حالات التنمر. لا في الجامعة توصفين ما كانش فيه مشكلة دي خالص. بس أول لما ابتديت على تيكتب. على السوشال ميز. اه. ايه اللي حصل بقى؟ هو أنا أوسا لما ابتديت الأكاونت الموضوع كان عشوائي ما كانش بهدف معين. بس اللي ابتدى إن كان فيه شخص معين كان دايما بيكتب لي كومنس على شعري. وأنا كنت دايما برد واذر بقى سيركاستيكلي بطريقة هزار أو بطريقة هادية أو بطريقة زوء عادي يعني. هو كان بيهزر بطريقة سخيفة ولا كانت عايزة دائق من غير تهريك حتى. كان عايزي دايني بس بعد الوقت ابتدي بقى أنا هو صحاب أصلاً. فكنت دايما برد عليه فده اللي ابتدى الموضوع. يعني أنا لما ابتديت في الأول أنا ما كنتش عارفة إن أنا برد على حد يتنمر وإن أنا بعمل كونتنت عن موضوع ده. بس الفيدباك بتاع الناس هو اللي خليني يجمع إنه ده بيساعد شوية. ممكن تقول لي لي هو كان بيقول إيه؟ مش فاكرة مرة يقول لي شعرك زي العنكبوت حيات غريبة يعني. بيقول قومنت غريبة أو يقول لي مثلاً شعرك بشع حاجات في السياقة. كانت دايماً قومنت بتبقى يجويلي على شعري. وإنتي كنتي بتردي عليه. وكنتي بتقولي له إيه؟ يعني أنا دايماً لما كنت بردي إما كنت برد بطريقة هادية. عمري ما كنت الشخص اللي بيطلع يتخاني عشان أولاً مش بعرف. ثانياً دي مش طريقة يعني. إنتي جميلة والله. بس إنتي جميلة إن إنتي كمين بتخلي تردي عليه. يعني أنا عايز أعرف إنتي بتقولي إيه؟ لإن إحنا كلنا على فكرة بنتعرض لحاجات سخيفة كتير جداً على السوشيال ميديا. ومش لازم بالشرط يكون شعر. ممكن يكون أي حاجة. ممكن يكون لبسك. ممكن يكون مناخيرك. ممكن يكون طريقتك وإنتي بتكلمي. فأنا عايز أعرف إنتي ردتي. يعلميني كده؟ ساعد يرد بهزار. يعني مثلاً حد يقولي حاجة ناجاتف قوي. أنا أخليها إيجابية. وأنت قصدك إن أنا مثلاً شكلي شكراً. كنت دايماً بقى تهزار. كل فيديو بيقى مختلف يعني. إيه أكتر تعليق جالك. إنتي مش بتنسيه عشان حسن أنه كان معادز حدوده بزيادة جداً ودايقك فعلا. حسنًا التعليقات اللي كانت بتبع على شعري. عمرها ما كانت بتدايقني. بس من قريب قوي. حصل لي قومنت دايقني بس تلعب حاجة كويسة في الآخر. مش فاكرة مرة واحدة علاقتلي اللي هو بطلي أكل. كنت لم سفرها مع صحابي ساعتها. فأنا حسيت أنا ساعتها تنكدت قوي في السفرية. ودي كت من المرات الأولية اللي أكشت دايت. بس بتاني يوم قلت خلاص مش مشكلة. أما إنا مسافرين يا نادا. أنا مش فهمة. ده أكيد يعني. بس أنا ما اتدايتش إن ده حصل عشان. بعد ما القومنت ده حصل لناس كتت لذيذة قوي في القومنت عندي. بتقولي له ولا أولا يهمك وعملي اللي أنت عايزيه. وخلاني أعرف عام الفيديوز اسمها يلا ناكل مع بعض. فان أنا باكل مع الناس على الكاميرا وبتكلم معهم. عشان يبقوا مرتاحين أكتر أنهم ما ياكلوا. ما حسوش إحساس وحش. والفيدباك اللي جايه كان من أكتر الحاجات نفسيا. فأنا مش متدايق أنها قلت لي كده. بزيكة من المرات اللي أنا فعلاً اتأثرت شوية يعني. وأنا أساً يوجولي قمت الشكل أو كده أو حتى أكل أو كده. ليس دي اللي بتأثر. يوجولي لو إخواتي مثلاً عائلتي صحابي أو كده. أقولوا لي حاجة على مثلاً لذا أنت عنيدة. ده الحاجة اللي هتفرق لي وحشتغل عليها. لكن شكل اللي أعادي يعني. برافو عليك. أنت عملت حاجتين وإحنا عادينا في الإنتروفو دلوقتي عاجبيني جداً. أول حاجة أن أنت بتدخل يترضي على الناس اللي هما بيبعتوه لك. يعني الناس ساعت كثير قوي ما بيبقاش عندهم القدرة. أن هما يردوا على الناس اللي بتبعت لهم كومن سباشي لما بتبقى الصفحة مليانة ناس. تاني حاجة دايماً بلاقي في الجملة بتاعتك في الآخر. الحمد لله تحولت في الآخر بعد حالة التنمر لحاجة إيجابية. يعني المرة الأولينية بقيته صحاب. اللي بتنمر عليك بقيته صحاب. المرة الثانية أنت تلقتي بفكرة. وجابت ناس مشاهدة كثير وعالية صح؟ طب أنت بتعملي ده إزاي يعني؟ أنا من النوع لهم مش بحب أبقى أعدت دايق على الحاجة. ولما حاجة بتحصل بحاول بأي طريقة أطلع من حاجة كويسة. يعني مثلاً حوار أن أنا ناس كابت تنمر عليها في مدرسة. أنا بعتبرها من أحسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي. عشان هو ده اللي متساعدني أن أنا أعرف عمل التنمر. يعني لو ما كانش ده حصل. المتخيل أن أنا كنت هطلع شخصية مختلفة أو يمكن أن أكون أنا أصلاً نفسي أو أبقى متنمرة. فأنا عشان كده دايماً بحاول أبقى بوزيتيف أو إجابية أوي ناحية أي حاجة وحشة. طيب خلينا نروح نشوف فيديو بتاعك ونرجع تانية. حسناً. توت بتقول معقول ده متجوز البتاع دي. أولاً أنا مش عايزة أصدمك. هو اسمه رامز أندريا. وأنا اسمي ناد أندريا فاحنا معرفش. احتمالنا بأخوات. أما بقى بالنسبة للبتاع دي. مش هكدب عليكي مكادش قلطة في حاجة ممكن تقوليها. بس أنا قلت لنفسي إن كلنا بيجي لنا أيام وبنقول حاجات مش بتبقى أحسن حاجة أو مش بتبقى لز حاجة. فلو أنت يومك ما كانتش حلو أو أنت كنتي حاسة إنك مش تبقى نفسك فكتبتي حاجة كده. يعني أتمنى إن يومك يتحسن وأتمنى إن أنت تكوني سعيدة في حياتك. نادا أنت بتعملي فيديوز أكيد عشان تساعدين الناس إن هما حاكتين. أنا باعتبر الفيديوهات دي كده. واحد إن يا جماعة بطلوا تنمر. اثنين إنك تساعدين الناس اللي بيتعرضوا للتنمر. هل بقى الفيديوز دي بيدخل الناس تتنمر عليها؟ آه ساعدة بيحصل. بس أنا برضو عايزة بصريحة في الأول لما كنت برضو على كومنتس أم كنتش مدركة إن ده بيساعد الناس لحد ما الناس ابتدت تقولي. بس آه طبعا بشوف ناس كتير قوي بتبقى معترضة إن أنا برض على الكومنتس نفسها. اللي هو أنت مش مفروض تردي أنت موضوع ملوش لازمة. بس أنا بالنسبالي لو الموضوع بيساعد حتى لو عدد قليل هعملوا كده كده. مش فريق لي الناس اللي بتبقى معترضة أو بتتريقة يعني. طيب حسيتي إن في حد مثلا مرة بعث لك قالك الفيديو بتاعتك دي ساعدتني إن أنا يبقى عندي سيقة زيادة في نفسي. أو حاجة باستف بقى. يعني حاجة إيجابية كده الناس اللي بتتعرض للتنمر. هل الفيديو بتاعتك حسيتي أو حد بعث لك إن هو سعيدهم؟ هو آه ده اللي بيتبعتلي. ده اللي خليني قطة نكمل أكتر في الموضوع. وده اللي بيخليني ساعد بضغط نفسي زيادة عن الزوم. معرفة لما يجي كومنتز كتير قوي. تيبش متأثرة منهم بس موضوع بيضايقك أو تليست بيخلي اليوم صعب شوية. بس بعد أقول لنفسي خلاص في حاجة كويسة طلعة. فماشي تضايق مثلا الكام يوم دول عدي الموضوع. بس تليست بيساعد فخلاص يعني. فده اللي بيحسي إن أنا بيجي على نفسي. بس أنا مش متضايقة يعني. مبسوطة إن أنا بعمل كده يعني. برافو عليك. طيب إيه أصعب رسالة جاتك من حد تعرض للتنمر؟ بيتسم فيها مساعدة أو إن هو يصرف إزاي أو يعمل إيه؟ بالنسبة لي أصعب حاجة الناس اللي يعني بالذات بنات صغيرة. إنهم بيحسوا إنهم بيكراهوا نفسهم. فبحتاج أوي عودة أتكلم معاهم. وبحس إن كومنتي إيه لو ببقى نفسي أوي أقناعها. وبعكس كده. وساعد بحس إن مش دايما أنا هقول الحاجة المناسبة. فبتبقى دي شوية تريكي بالنسبة لي. تفكرت إن أنت تستعيب حد مثلا خمير نفسي أو حاجة يساعدك في البيتش بتاعتك؟ بس دايما يعني بكترح للناس إنهم ما يتكلموا مع حد كواليفايد أكتر أو حد نفسي يعرف يساعدهم. عشان ساعت لما بيحس إن حاجة أنا مش عارف أفيدة لقدامي. وممكن بالعكس أصلا أقول حاجة تبقى ناجتب بالنسبة لهم بركماند حدهم. أنت عارفة إن إحنا في الترانز إحنا بنتكلم كتير جدا على مساوى السوشيال ميديا. وإزاي ممكن إن الناس على السوشيال ميديا من غير ما يحسوا إن هو بالنسبة له ثانية بيكتب قومنت. القومنت ده قد إيه ممكن يؤدي إلى حاجات وحشة كثيرة جدا لبني أدم تاني. فقابلنا دكاترة كثير جدا وعادنا مع ناس متخصصين جدا يقولنا إن التنمر على شخص. الشخص ده ممكن يتعرض في الآخر الانتحار. ممكن ينتحد. أنا كتير قوي ميسجز بتجيلي في السيوك ده إنه مكتر ما ناس بتتنمر علي. أنا عايزة أقتل نفسي. ودي الميسجز اللي أنا ببقى أحس أنا مش كوالفايد لن أرد عليها. بس في ساعتها بقترح عليهم نتكلمهم مع حد يعني. بس ده ويريد أنا أصلا كتير قوي يعني بحس إنه لما القومنت بتبقى تقيلة قوي. أنا ببقى موضوع بيدخلني في مود مش حلوة قوي يعني. فمتخيلة ليه الناس بتحس بكده يعني. أنت كمان أكيد بتتأصلي نفسيا من كم المشاكل ممكن تكون حد بيتعرض لها. فبيجي يحكيها لك أو بيجي يقولك اتصرف إزاي؟ أنا أصلا فتحة إنستجرام بتاعي إن الناس لو عندهم حاجة يبعطولي. وأنا بحاولوا الرد على قد ما قدر فأوقات كتير أوي موضوع بيبقى تقيل شوية علي. بس بقولي نفسي خلاص افسلي شوية. بعد كده ارجعي تاني فساعات قوي فعلا بيبقى صعب يعني. فأنا مبسوطة بك. ومبسوطة أن أنت قد إيه بتحولي الحاجة من ناجتب أو سلبية لإيجابية. وقد إيه بيجي لك منها أفكار تقدري بيها برضو استعدي ناس تانية. وتحاولي أن أنت تخليكي تبقي واقفة جنبهم كده. بس نصيحة ميني لكي أنت لازم 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 تبقي دايما لما الموضوع يبقى. هتحسي أنه بيأثر في نفسيتك. أنت شخصيا أنت مش مش دكتورة مثلا فهموا قصدي. أو أن أنت تقدري تساعد بأن أنت تحطي أركام مثلا دكتورة أنت عارفهم أو الناس أنت واسقة فيهم أنهم يقدروا يساعدهم. يريد تعملي داي علشان يبقى فيه برضو حد يقدروا يرجعون. بالظبط. أوكي. أه طبعا ألدو دا تاني. بشكرك يا نادا جدا على وجودك معي النهاردة في الترانز وبجد في التينة. أنا تبسطة أي تانكي. أتمنى أن احنا نرجع تاني زي ما كنا. والناس اللي بيستسهلوا قصة التنمر على البشر يفهموا أن الموضوع بجد مؤذي نفسيا.